العقد ينعقد بالتقاء إرادتين إرادة طرف مع إرادة طرف آخر أحد الطرفين بيصدر إيجاب والطرف الآخر بيصدر قبول وينعقد العقد حينما يلتقي الإيجاب بالقبول الإيجاب هو عرض شامل جازم للعقد المراد إبرامو شامل جازم وبالتالي يفرق بين الإيجاب ومجرد الدعوة للتعاقد الإعلان اللي بنزل في الجرنان عاوز بيع كذا وكذا وكذا بدون يعني ده غالبا ما يكون مجرد دعوة إلى التعاقد فبيتضمن حتى يكون إيجاب يتضمن يتضمن إيه حاوز كده المحامين يقوله عشان يكون إيجاب صحيح لابد أن يتضمن إيه ما هو الرضاء ما هو الرضاء يتضمن إيه يعني شروط العقد الأساسية المراد إبرامو لا شروط العقد الأساسية عقد بيع تبه لازم الباع والمشتري الأطراف والسمن والمبيع وشروط المبيع هو دي شروط الأساسية للعقد المراد إبرامو فإذا تضمن العقد قواعد مكملة أو شروط مكملة فيجب أن يكون القبول موافقا للإيجاب في سائر ما اجتمل عليه الشروط الأساسية والشروط الثانوية يعني الشروط الثانوية ملهاش مهمة وإحنا قلنا عند الاختلاف يقوم القاضي بتكملتها وعند نزاع على شروط الثانوية متى يتم دفع السمن وأين يتم دفع السمن والعقدة لو فيه اتفاق كان بها ما كانش يقوم القاضي بحل المنازع إلا إذا تضمن الإيجاب الشروط الثانوية فيجب أن يكون القبول متضمنا هذه الشروط الثانوية وبنقول أن الإيجاب هو تعبير عن إرادة يصدر من الطرف الآخر يتضمن مطابقة أو موافقة للإيجاب في كافة ما اجتمل عليه من شروط عيسية ومن شروط سنوية ترجمة نانسي قنقر